خلاص محمد عادل أعلن وصيته الأخيرة وأعلنها حرفيا قبل ما يدخل على حبل عشماوي ولكن رأي الأظهر فيه أعدام محمد عادل خلاص يعتبر باقي ساعات قليلة رأي الأظهر فيه الأعدام وخصوصا لما يكون معلن أو مزاع على الهواء مباشرة زي ما طلب طبعا والد نيرا والد نيرا حابب وقال أنا لازم أشوفه وهو بيتعدم زي ما الناس كلها شافت بنتي وهي بتموت تعالوا نعرف مع بعض حكم ورأي الأظهر الشريف وكمان هنسمع مع بعض آخر ما طلبه محمد عادل وكمان أخت محمد عادل بتظهر في الصورة لأول مرة وبتطلع تسريبات من على تليفون محمد طب ليه كنت سكتة كل الفترة دي سيبقى أخوكي يتم كل اللي حصل فيه ليه ليه ما قلتيش إن أخويا لازم يتم الكشف عليه في الطب الشرعي لما انتي معاكي الدليل اللي يثبت كل ده تعالوا قلكم أخته كمان قالت ايه تفاصيل كتيرة جدا وكمان محمد عادل من وقت ما تم تأييد الحكم عليه ما بقاش حد عارف يهديه ولا عارف يقف أصاده آتوا للوقت بيعيط منهار بيصرخ رافض الأكل ورافض أي حاجة ماسك السبحة بتاعته عمال يسبح ويقول والله اتظلمت والله أنا مظلوم واللي عملته ده كان دفاع عن رجلتي اللي اتهانت في الأرض وعايز أقول لكم كمان إن محمد لما قال كلام كتير ناس كتير صربت الكلام بتاعه وقالت إن محمد قال إنهم فعلا لابسوا قم يصنون وإنه تم انتهاك عرضه وإنه تعمل فيه حاجات هو ما ينفعش يقولها ولكن المحكمة استعجلت قوي في حكمها عليه وإنه ما فيش أي حد تم استجوابه ولا أي حد طلع يشهد ولكن هيشهده على إيه ما أنت القضية عملها قدام مرأة ومسمع للجميع أنت عملتها في عز الظهر قدام الجامعة وناس كلها شافت يعني إزاي يقال وقال إنه هو كان مش في وعيه وإنه هو كان غير مدرك مدرك تماما لدرجة إنه هو أخته كمان قالت إنه عايزين نعرض أخوي على الطب النفسي والطب الشرعي ووالدته طلعت وصرحت وقالت إنه نيره وراها خبايا كتير وللمفروض يتم حبسهم هو والدها ووالدتها والدها اللي بيقول عايز أشوفه هو بيموت أعرف بنتك كانت بتعمل إيه بنته طبعا الله يرحمها يعني الله يرحمها مش إحنا اللي هنحاسب سواء هي أزنابت أو أخطأت في ناس كتير ربنا اللي حاسبها إحنا مناش علاقة بالنقطة دي إحنا بس بنقول الله يرحمها محمد كان قايل في وصيته الأخيرة ليه إنكم حي حد يقف جنب أخواتي وأمي ما لهمش غيري وما لهمش ضهري غيري ما عنديش حد تاني أقول له غير يا رب وقف معاهم عايز أقول لكم كمان إن رأي الأظهر الشريف إنه لا يجوز الأعدام معنى كده إنه خلاص تم واقف الحكم لا لا يجوز الأعدام في الأشهر الحرم إحنا حاليا في شهر رجب فما ينفعش أبدا الأعدام لمحمد عادل وهيتم تأجيله دلوقتي حتى والدته كانت طلبة وقالت أنا عايزة ابني يكمل معايا رمضان عايزكوا تحبسوه مؤبد ولكن هروح أشوفه هاخده في حضني لكن حكم الأعدام ده ظالم وحرام عليكم والدة محمد عادل أيضا صرحت وقالت إنه هو كان بيصرف عليها وإنها وصلته لأوحش حالاته كان بيخبط دماغه في الحيط ومش عارف بيعمل إيه لو عايزين تحسبه بجد حسبه الناس اللي وصلوه لكده ما تحسبوش ابني الوحيد اللي مليش ظهره ولا سنة خيره وكمان محمد عادل طلع وصرح إن في أسماء لازم يتم التحقيق معها وكمان يتم سماع شهادتهم لأنه هو كان غصب عنه ومخصوف اللي هو عمله أو في معنى تاني إنه هو كان غير مدرك مدرك تماما كل الخطوات اللي كان بيخطيها وإن فيه واحد صاحب تشارطة أصفر كان بيشجعه وبيزقه ويعمل كده هو مين الشخص ده وليه لم يتم استجوابه ناس كتير فرحانة إن خلاص تم تأييد الحكم مش علشان بس محمد يستاهل لأ علشان خلاص الدائرة قفلت عليهم وما بقاش حد هيستجوبهم وخلاص ارتاحوا من القضية أو بمعنى تاني خلاص رجليهم بهدت عن السك دي تماما هنحط علامات استفهام والله أعلم إيه اللي ممكن لسه يحصل